السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم لا حياء في الدين في فيديو جديد في فيديو اليوم سنتكلم عن الحمل و11 خرافة حول الحمل عليك بالتوقف عن تصديقها لأنها مجرد خرافات تابعوا معنا لطالما كانت وسائل منع الحمل والتحكم فيها موضوعا ساخنا وبما أن أسباب معاشرة الأزواج لبعضهم البعض متنوعة فإن معرفة الوقت المضبوط لمنع حدوث الحمل بشكل آمن هو مهم جدا لصحة كل شخص منهم خلال القرون القليل الماضية اختبر الناس من مختلف بقاع العالم عدة طرائق لمنع حدوث الحمل دون الانتناع عن المعاشرة وخلال القرن السابع عشر كان الناس في انجلترا يستعملون واقعية ذكرية مصنوعة باستعمال أمعاء الحيوانات بتطور الأزمنة وتقدم السنوات تطورت كذلك وسائل منع الحمل يوجد اليوم عدد واسع ومتنوع من استراتيجيات التخطيط لمنع الحمل وفي نفس الوقت تجنب وقوع الحمل غير مخطط له ما زالت توجد هناك طرائق أساسية على شاكلة الواقية والأغشية الحاجبة كما أصبحت الآن طرائق هرمونية متوفرة مثل حبوب منع الحمل والحشوات والواقيات الأنثوية التي تزرع داخل الرحم لمنع وصول الحيوانات المنوية إليه على الرغم من التقدم والتطور الكبير الحاصل في مجال الطب وعلى الرغم من أن وسائل منع الحمل أصبحت متاحة بشكل أكبر لشريحة أوسع من الناس فإن الحمل غير مخطط له ما زال شائع الحدوث وعلى الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن نسبة وقوع الحمل غير مخطط له انخفضت كثيرا في ولايات المتحدة الأمريكية على مر السنين الثلاثين الماضية فإن الأرقام ما تزال مرتفعة بشكل معتبر وفقا لمنظمة الصحة العالمية حيث تحدث حوالي 27 مليون حالة حمل غير مخطط له كل سنة بسبب الاستعمال غير المثالي أو عدم معرفة استعمال وسائل منع الحمل من أجل أن تعرف عزيزي المشاهد الحقيقة حول بعض الخرافات التي تحيط بوسائل منع الحمل ننصحك بمتابعة هذا الفيديو الخرافة الأولى لا يمكنك أن تحملي خلال دورتك الشهرية بصفة عامة يكون البشر أقل خصوبة خلال الدورة الشهرية وبعدها مباشرة إن هذا هو الوقت من الدورة الشهرية الذي يحدث قبل فترة الإبادة عندما يتم إطلاق البويضة من المبايد وكنتيجة لذلك قد يعتقد بعض الناس أن هذا يعني أن بإمكانهم معاشرة شركائهم بدون وسائل أمان بدون أن يقلقوا حياة وقوع الحمل غير أن وفقا للدكتورة لورين ستريتشر بروفيسورة عيادية لطب التوليد وأمراض النساء في جامعة نورث ويسترن فإن هذه ليست مقاربة يعول عليها على الإطلاق فهي تقول ما يحدث هو أن تختبر إحداهن بعض النزيف الذي تترجمه مباشرة على أنه دورة شهرية بينما هو في الواقع قد يكون الإبادة نفسها تنزف بعض النساء قليلا عند حدوث الإبادة حتى وإن كان لإمرأة معينة دورة شهرية منتظمة فإن احتنال أن يبيض جسمها في وقت أبكر يبقى احتمالا واردا جدا تضيف نفس الدكتورة إذا كانت الدورة الشهرية لإحداهن منتظمة كالساعة وكانت بصدد معاشرة شريكها خلال دورتها الشهرية الفعلية فإن احتمال وقوع الحمل يصير ضائلا هنا لأن الإبادة ستحدث في غضوني من 12 إلى 14 يوما لاحقا غير أنها أعقبت بالقول غير أنك يجب أن تعرف أيتها السيدة أنه قد تحدث إبادة مبكرة في اليوم السادس بعد دورتك الشهرية ثم يحدث الحمل وكذلك أن الحيوانات المنوية تعيش لفترة تصل لمدة 72 ساعة وأن البويضة بإمكانها البقاء صامدة لفترة من 48 إلى 72 ساعة وهذا يعني أن نافذة وقوع الحمل الزمنية قد تكون أوسع مما يتخيله الكثيرون نذهب إلى الخرافة الثانية وهي لو أن المرأة تقوم بغسل مهبلها مباشرة بعد المعاشرة فإن هذا قد يمنع وقوع الحمل تقول الدكتورة ماري جين مينك وهي طبيبة وبروفيسورة عيادية في أمراض النساء والحمل والتوليد وعلوم التناسل لدى كلية الطب في جامعة يال إن المشكلة هنا تتمثل في كون الحيوانات المنوية سريعة جدا بمجرد وقوع القذف داخل المهبل فإن الحيوانات المنوية تستطيع الوصول إلى الرحم في غضون 20 دقيقة وتميل القوية منها أي الحيوانات الأكثر صحة إلى الوصول هناك أسرع من نظيراتها وهي تلك التي ستجعلك تحملين في نهاية المطاف إن تنظيف المهبل مباشرة بعد المعاشرة غير الآمنة سيعمل على التخلص من الكثير من الحيوانات المنوية القابعة هناك لكن الكثير منها أيضا سيكون قد شق طريقه نحو الرحم مسبقا قبل غسلك للمهبل نذهب إلى الخرافة الثالثة وهي لا يمكنك أن تحملي عند معاشرتك في حوض استحمام ساخن تقول الدكتورة منكن إن الأمر يعتبر احتمالا بعيدا لكنه يبقى ممكنا وتضيف إن الحيوانات المنوية لا تحب الحرارة هذا أمر حقيقي لكن الحرارة لا تقتل كل الأشياء أي كل الحيوانات وأشارت إلى أنه في حال ما تم قذف السائل المنوي داخل المهبل فإن الحيوانات المنوية بإمكانها التحرك بسرعة كافية لتصل بأمان إلى الرحم حيث بإمكانها تخصيب البويضة المحتملة الخرافة الرابعة لا يمكنك أن تحملي أثناء المعاشرة غير الآمنة في حال لم يصل شريكك إلى الذروة داخلك طبيعيا ونموذجيا عندما يختبر شريكك الذكر الذروة فإن القذيب يقوم بإطلاق السائل المنوي يحتوي هذا السائل على الحيوانات المنوية بالطبع والتي بإمكانها التحرك بسرعة كبيرة عبر عنق الرحم لتخصيب البويضة كنتيجة قد يعتقد البعض أنه في حال لم يصل الشريك الذكر إلى الذروة خلال المعاشرة غير الآمنة فإن الحمل لن يحدث هنا غير أن هذا الأمر خاطئ جدا أشارت الدكتورة ستريشتر إلى أنه قبل الوصول إلى الذروة قد يتم قذف السائل الذي يعرف باسم المذي وأضافت أن هذا السائل الذي يسبق المني قد يحتوي على بعض الحيوانات المنوية التي قد تكون قادرة جدا على تخصيب البويضة بكلمات أخرى فقط لأن الشريك الذكر لم يقذف بينما كان القذف داخل المهبل لا يعني أن الحمل مستحيل حدوثه فإن كان القذف داخل القناة المهبلية مع بعض المذي عليه فإن الإخصاب وارد الحدوث لهذا تعتبر طريقة السحب قبل القذف غير ناجعة في جميع الأحوال لمنع الحمل نذهب إلى خامس خرافة وهي بتتبع دوراتك الشهرية بالتدقيق كل شهر تصبحين بغير حاجة لوسيلة منع حمل هرمونية أو واق ذكري إن طرائق تتبع الخصوب لطنم كانت متوفرة وموجودة منذ قرون وقبل زمن طويل من اختراع وسائل منع الحمل الهرمونية على شاكلة حبوب منع الحمل وغيرها اليوم ما زال هناك بعض الناس الذين يقولون بأن تتبع الدورة الشهرية وخصوبة النساء ما زال طريقة كافية وفعالة في منع حدوث الحمل توجد حتى بعض التطبيقات التي تثبت على الهواتف الذكية يدعى مبتكرها أنها تسهل على الأزواج عملية تسجيل البيانات خلال الدورة الشهرية ودرجة حرارة الجسم القاعدية غير أنه يمكن بدون شك التشكيك في فعالية هذه الطرائق ورد في تقارير لعيادة مايو الشهيرة أن 24 من أصل كل مئة زوجين يتبعان هذه الطريقة ينتهي بهم المطاف في وقوع الحمل غير المخطط له خلال العام الأول من محاولة هذه الطريقة تقول الدكتورة مينكان أن السبب الذي يجعل طريقة تتبع الخصوب والدورة الشهرية مقاربة غير قوية لمنع حدوث الحمل غير المخطط له هو أن طول الدورة الشهرية قد تختلف من شهر إلى آخر وأن اليوم المضبوط الذي تطلق فيه البويضة من المبايض قد يأتي متأخرا كما قد يأتي مبكرا يصعب هذا من معرفة الزمن الدقيق الذي تحدث فيه الإبادة تقول الدكتورة مينكان بصفة عامة تبيض المرأة حوالي 14 يوما قبل دورتها الشهرية التالية فإذا كانت دورتك الشهرية تستغرق 28 يوما فهنا قد تحدث لديك الإبادة بحلول اليوم الرابع عشر تقريبا باحتساب تاريخ دورتك الشهرية على أنه اليوم الأول لنفترض أن أقصر دورة شهرية بالنسبة لإحداهن هو 21 يوما وأن أطولها هي 35 يوما فهنا قد تحدث الإبادة لدى هذه السيدة في مثالنا هذا في زمن ما بين اليوم 11 إلى اليوم 21 قد تلزم الحذر الشديد وتمتنع المعاشر ابتداء من اليوم التاسع حتى اليوم الثالث والعشرين إذا ما أرادت أن تكون في أمان تام أضافت الدكتورة منكن أن تطبيقات تتبع الحصوب قد تكون ذات فائدة كبيرة بالنسبة للأزواج الذين لا يمانعون حدوث الحمل أما بالنسبة لكل شخص يرغب بشدة في تفادي وقوع الحمل فإنه لا يجب عليه قطعا الاعتماد على هذه الطريقة بمفردها الخرافة السادسة وهي منع الحمل الاستعجالي لا يختلف عن الإجهاد إن منع الحمل الاستعجالي الذي يشعر إليه غالبا باسم حبوب الصباح التالي هو شكل من أشكال منع الحمل الهرمونية التي قد تتناولها المرأة بعد المعاشرة غير الآمنة من أجل تفادي وقوع الحمل أي أنها تعتبر حلا بديلا في حالة ما نسيت المرأة تناول حبوب منع الحمل خاصة بها وهنا يمكنها أن تلجأ إلى تناول حبوب منع الحمل هذه التي تعرف بحبة الصباح التالي من أجل تجنب الحمل يعتقد الكثير من الناس خطأا أنه بما أن منع الحمل الاستعجالي يستعمل بعد المعاشرة فإنه يعمل بنفس مبدأ عمل الإجهاد أي من خلال التخلص من الجنين غير أن هذا التخمين أو الاعتقاد بعيد كل البعد عن الحقيقة في الواقع يمكن تبسيط مفهوم وسيلة منع الحمل الاستعجالية لأنها نسخة ممتازة وقوية من حبوب منع الحمل العادية التي تمنع حدوث الإباضة في المقام الأول وطالما لا تحدث هناك إباضة فإن المنية لن يجد بويضة ليخصبها تقول نفس الدكتورة أن كل حبة من حبوب الصباح التالي المتوفرة في الصيدليات هي عبارة عن وسيلة منع حمل هرمونية التي تحتوي على البروجستين الذي سيعمل أساسا على منع خروج البويضة من المبيض في الجهة المقابلة تقول الدكتورة منكا أنه عندما تختار إحداهن أن تجهد فهي تكون حاملا مسبقا يعني هذا أنها قد وقعت لديها إباضة وأن واحدة من البويضات لديها تخصبت بنجاح الخرافة السابعة في هذا الفيديو هي لا تكون حبة الصباح التالي ناجحة وفعالة إلا إذا استعملت في الصباح الموالي للمعاشرة حرفيا في حال ما تناولت إحداهن حبة الصباح التالي في غضوذي 72 ساعة بعد المعاشرة غير الآمنة فإنها تبقى فعالة جدا في منع حدوث الحمل وهذا على حد تعبير الدكتورة منكا غير أنه ما تزال هناك بعض المخاطر قائمة فإن انتظرت المرأة طويلا حتى تتناولها فمن المحتمل أن ينتهي بها المطاف حاملا تقول الدكتورة منكا إذا كانت قد حدثت لديك الإباضة مسبقا أي زمن وقوع معاشرة فإن حبة الصباح التالي قد لا تجدي نفعا إنها فعالة جدا لكنها ليست فعالة بنسبة 100% تفيد الإحصائيات أن حوالي 7 من أصل 8 حالات حمل كان من الممكن تفاديها عندما يتم استعمال هذه الطريقة على النحو الحسن إذا تمت المعاشرة ولم يمضي على ذلك أكثر من 72 ساعة ليس لديك ما تخشينه لأن حبة الصباح التالي ستكون فعالة في منع حدوث الحمل الخبر الجيد هو أنه ما تزال هناك طريقة من أجل منع حدوث الحمل في حالة ما تناولت حبوب الصباح التالي متأخرة تقول الدكتورة منكا إذا تجاوزت فترة الساعات الاثنين والسبعون تلك فما يزال هناك دواء يرخص باستعماله حتى خمسة أيام بعد المعاشرة غير الآمنة الخرافة الثامنة تنجل لهذا الفيديو لدينا هي لا يمكنك أن تحصل على حبوب الصباح التالي بدون وصفة طبية لزمن طويل كانت هذه الخرافة أمرا واقعا وصحيحا في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ظل الأمر على تلك الحال حتى شهر أغسطس من سنة 2006 حيث أصبحت حبوب منع الحمل الاستعجالية متاحة للجميع فوق سن الثامنة عشر بدون وصفة طبية واستغرق الأمر سبع ثانوات لاحقا حتى تصبح متاحة للجميع من مختلف الفئات العمرية في الولايات المتحدة الأمريكية تقول نفس الدكتورة أكثر أمر مهم يحاول نقله للناس هو أن حبوب الصباح التالي أصبحت متاحة دون الحاجة لوصفة طبية نذهب إلى الخرافة التاسعة وهي لا يمكنك أن تحملي خلال الأسبوع الأول من استعمال حبوب منع الحمل لأن الهرمونات التي تحتويها أصبحت داخل جسمك هناك بعض الأطباء الذين يحثون مريضاتهم على استعمال وسيلة منع حمل إضافية على شكلة الواقيات خلال الأسبوع الأول من تناول حبوب منع الحمل غير أنه بما أن بعض أنواع هذه الحبوب قيل أنها فعالة مباشرة بعد تناولها خاصة إذا ما تم تناولها خلال الأيام الخمسة الأولى للدورة الشهرية فإنه يصبح من السهل إدراك السبب الذي يجعل الناس يعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى استعمال الواقيات مثلا خلال البت في استعمال حبوب منع الحمل وفقا للدكتورة مينكان فإن السبب الذي يجعل الأطباء يحثون مريضاتهم على استعمال وسيلة بديلة احترازية في المقام الأول هو لأن الخطأ البشري وارد الحدوث دوما ولا يأول إلى السفر يرتبط هذا الواقع مباشرة بتلك الإحصائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية التي سبق لنا ذكرها والتي تفيد بأن واحدا من الأسباب الرئيسية لحدوث الحمل غير المخطط له هو الاستعمال السيء أو الخاطئ لوسائل منع الحمل تقول نفس الدكتورة إن الأشخاص الذين بدأوا لتويهم تناول حبوب منع الحمل ليسوا جيدين بما فيه الكفاية عندما يتعلق الأمر بتناولها بمعدل يومي نحن نخبرهم بأن يصهروا على اعتماد طريقة ثانية احترازية من أجل أن يكونوا أكثر أمانا عاشر خرافة ليومنا هذا هو لا يمكنك أن تحملي عندما ترضعين من أجل أن يتحقق الحمل يجب على المرأة أن تضيد أولا وتحدث عملية الإبادة خلال هذه خلال جزء من الدورة الشهرية عندما تندفع مستويات معينة من الهرمونات لتحفزها غير أنه في حالة ما كانت المرأة ترضع صغيرا فإن جسمها يزيد من إفراز البرولاكتين الذي يثبطه هرمونات الإبادة السابقة وهذا ما يجعل العديد من الناس يعتقدون أن الحمل غير وارد الحدوث في حال ما كانت المرأة ترضع وفقا للدكتورة ستريتشر فإن الإبادة قد تعود لطبيعتها في أي لحظة دون سابق إنذار في قولها صحيح أن مستوى الخطوبة ينخفض في هذه الحالة لكنها لا يمكن اعتبارها طريقة منع حدوث حمل موتوقة ومعتمدة وهذا بسبب كون الكثير من النساء غير قادرات على معرفة الزمن الدقيق الذي تعود فيه دورتهن الشهرية لطبيعتها حتى يختبرن أول دورة شهرية بعد إنجابهن تقول نفس الدكتورة أو الدكتورة ستريتشر بحلول الوقت الذي تشهد فيه المرأة المرضعة دورتها الشهرية فهذا يعني أن الإبادة حدثت في وقت أبكر أضافت كذلك أن الكثير من النساء ينتهي بهن المطاف يرضعن صغيرين اثنين من عمرين مختلفين بسبب وقوع الحمل لديهن بعد وقت قصير من إنجابهن الأول تقول في هذا الشأن بشكل أساسي عندما تلد إحداهن ما نخبرها به هو إن كان وقوع حمل آخر لديها لا بأس به فهي لا يتعين عليها أن تقلق بشأن استعمال وسائل منع حمل أما إن لم يكن وقوع حمل آخر مقبولا بالنسبة لها فهنا يجب عليها استعمال وسيلة من وسائل منع الحمل الخرافة الحالية عشر الواقيات الرحمية اللولبية لا تستحق العناء لأنها قد تسبب الالتهابات على مستوى الرحم على الرغم من أن الواقيات الرحمية اللولبية زادت شعبية مؤخرا فإن بعض النساء ما زلنا يخشين زرعها في أرحمهن لسنوات طويلة خشية أن يضعنا ذلك في خطر الالتهاب تقول الدكتورة منكان أن خطر تطور الالتهابات بسبب زرع واقع رحمي هو في الواقع ضئيل جدا وقد يكون الاستثناء الوحيد خلال واحد من تلك الأسابيع الأولى التي تم فيها زرعه في الرحم تقول الدكتورة منكان يرتفع خطر الالتهاب الحوض خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من زرع الواقع الرحمي وذلك بسبب معالجة الرحم له بمجرد أن تتخطين تلك المرحلة يصبح خطر الالتهابات معدوما وفي الواقع قد يكون الواقع الرحمي مفيدا جدا في منع حدوث بعض الالتهابات على مستوى حوض الرحم وذلك وفقا للدكتورة منكان التي قالت إن أفضل شيء حول الواقع الرحمي هو أن البروجستيرون فيه يجعل المخاطر الرحمي وسطا معاديا للسائل المنوي وبصفة عامة تشق البكتيريا طريقها نحو الرحم من خلال ركوب الحيوانات المنوية لذا فإن جعله الواقع الرحمي للمحيط معاديا للحيوانات المنوية يعني جعله معاديا للبكتيريا في آن واحد واستطرادت الدكتورة منكان أنا أحث كل شخص على استعمال الواقع الذكري فما يزال خطر الإصابة بعدوى الأمراض المتنقلة قائما خاصة إذا كان هناك تعدد في الشركاء حيث أن الواقع الرحمي اللولبي لا يحميك من التعرض لهذه الأمراض المتنقلة إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا إلى أن نلتقي في فيديو آخر دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء